أكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية مواصلة العمل على توطيل أفاق التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ودفع العلاقات الثنائية لمستويات أرحب بما يسهم في تلبية التطلعات المشتركة سموه نوه بعمق علاقات الصداقة التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين وما تتسم به من نماء وتطور على كافة الأصعدة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ألورد فيليب هاموند عضو مجلس الأوردات البريطاني حيث أكد سموه أن العلاقات البحرينية البريطانية تشهد تطورا وازدهارا مستمر بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام من قبل قيادة البلدين الصديقين وتجسد متانة العلاقات وآفاقها المستقبلية منوها سموه بهمية موصلة تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين وجار خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية اشتركوا في القناة